داخل المتحف الكبطية بمصر القديمة وبإحدى قاعاته عقد المعرض الأثري المؤقت بعنوان الهروب إلى مصر بمناسبة العيد الاثنى عشر للمتحف الكبطية المعرض جاء ليروي مرحل رحلة العائلة المقدسة بمصر وحياة المسيح منذ البشارة بميلاده وحتى العودة لفلسطين مرة أخرى احتوي على حوالي 12 قطعة 7 ايكونات وأربع مخطوطات كل مخطوط لي دور في السيناريو بتاعنا يعني مثلا أول مخطوط هو بيلقي الدوء على الأنبياء اللي جم قبل طبعا سيد المسيح أرض مصر طبعا زي أبونا إبراهيم اللي هو طبعا كان أقدم ذكر المصر في العهد الأزيم كان في وقته لما حصلت مجاعة شديدة فهو إبطار أن يروح لأرض مصر وفعلا مصر رحبت بأبونا إبراهيم مش بس رحبت بيه لأ كمان قاعد فترة في مصر وخرج منها مليان خير وغنى وأهم حاجة هو خرج وخرجت معاه هاجر الجارية المصرية اللي طبعا أصبحت بعد كده أم أول طفل لأبونا إبراهيم المعرض يضم إحدى عشرة قطعة أثرية من مقتنيات المتحف منها أربعة مخطوطات من العهد القديم والجديد وسبع إيقونات نادرة عندنا مخطوط إنجيل متة اللي بيالك الدوق على نسب السيد المسيح من أبونا إبراهيم وصولا للسيد المسيح وكأننا بالمخطوط ده عايزين ننلق الدوق على دور مصر المهم في إنقاذ الأنبياء طبعا الكثيرة دي اللي جي بعد كده السيد المسيح من نسبهم طبعا تبدأ عندنا قصة حياة السيد المسيح بأيكونة ميلاد السيدة العزراء بعد كده أيكونة البشارة في وقت البشارة السيدة العزراء كانت مستغربة من الملاك جبرائيل أم غبريال بالإضافة إلى مجموعات من العملات الحديثة التي أصدرتها مصلحة سك العملة عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر مصر دايما بتهتم بالأثار بالتاريخ القبطي فحرست مصلحة سق العملات أو هيئة سق العملة على إصدار عملات عام 2018 بتوضح أهم المحطات اللي مكست فيها العائلة المقدسة يمكن من أهم المحطات اللي مكست فيها العائلة المقدسة واللي مرتبطة جدا بالمنطقة اللي احنا فيها كنيسة أبي سيرجا طبعا احنا موجودين في مصر القديمة في حسن مابليون والعائلة المقدسة مكست في مغارة حوالي ثلاث تشهر إلى جانب المعرض أقيم جناح آخر خاص بأعمال بعض الفنانين شملت أيضا رحلة العائلة المقدسة وبعض الصور الفوتوغرافية تعمل بناسبة مرور 122 سنة تم تنظيمه من قبل كده بالتوازي مع المعرض الأسري اللي اشترك فيه مجموعة من الفنانين من الوزارة عشر فنانين عملنا مجموعة مختلفة من الفنون زي ما حق شايف من تصوير فوتوغرافي ورسمه وغرافيك وتوليف خمات ورسمه برضو بالإيد والجبس شغل لحط بالجبس من أبرز اللوحات فيه تصوير فوتوغرافي بيعابر عن المتحف دي من أبرز الحياة موجودة بتمثل دمور السيمي كاباشا والأسس المتحف وخلفيته المتحف يذكر أن العائلة المقدسة قطعت بمصر ألفين كيلو متر ذهابا وإيابا وما كثب بها ثلاث سنوات وأحد عشر شهرا وبدأت رحلتها من رفح بشمال سيناء إلى دير المحرق بالكوسية حياة السيدة المسيح بتبدأ بميلاد السيدة العزراء اللي تتمثل عندنا في آيكونة ميلاد السيدة العزراء آيكونة معناها صورة والفرق بين الآيكونة والصورة العادية اللي بيتم طبعا رشمها بزيت مقدس من الكنيسة من قبل الكنيسة وعندنا حوالي سبع آيكونات بتمثل حياة السيدة المسيح فترات مختلفة لحد وقت الهروب وبعد كده كمان بعد مرجع الفلسطين الجدير بالذكر أن المتحف القبطي يقع داخل حدود حصن بابليون الروماني بالقرب من كنيسة أبي سيرجا وكنيسة السيدة العزراء الشهيرة بالمعلقة والمعبد اليهودية بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة يأتي معرض رحلة العائلات المقدسة بمناسبة مرور 112 عاما على افتتاح المتحف القبطي ويرصد المتحف من خلال فعلياته ومن خلال المعروضات من أيقونات ومخطوطات مدى أهمية هذه الزيارة لمصر وكذلك رصد المعرض تفاعل الزائرين العرب والأجانب رمضان المطعني النيل